طيب فضل الشيخ يعني السؤال الذي يطرحه الأخ محمد الوهيبي والأخ علي الحميجي هو ليزال يتجه أيضا إلى نفس المعاملة التي ذكرتم تفصيلها الآن فيما يتعلق ببيع ثماني مشاركة نعم نعم مشاركة منتهية بالتمليك أو مشاركة متناقصة ولكن هذه المعاملة كما يقول بعض عندما بدأ يتعامل معها وجد أن المبلغ الإيجار الذي يدفعه إلى البنك كبير جدا بحيث أنه سيرد إلى البنك في نهاية الأمر استقرض مثلا أو باعه بأربعين أو أخذ أربعين ألف سيرده ستين ألفا مبلغ مبالغ فيه جدا يعني ولذلك تكثر العبارات كمن استجارة من الرمضاء بناري وغيرها نعم هل هناك معاملات أخرى أم يمكن أن تتغير مثل هذه المعاملات في البنك الإسلامي القادم أو النوافذ القادمة أم سيظل على نفس الوضعية كما يقول محمد الوهيبي لا والآن السؤال أيضا فيه إلزام نعم الإلزام من جهة أن تكييف السؤال وكأن المعاملة معاملة إقراض نعم في حين أنها ليست معاملة إقراض هي مشاركة هذه المشاركة تقول إلى تملك الرجل تملك الزبون للأرض وللبناء الذي أقيم عليها نعم في مختلفة لا تسري عليها لا ينبغي لنا نعم أما إذا كان هناك السؤال حول غلاء هذا المنتج نعم في بنك إسلامي أو في نوافذ للمعاملات الموافقة للشريعة في البنوك التقليدية التجارية فإن هذه في ظني أو ينبغي أن نتنبه إلى أن منفعة إنشاء أو الإذن بفتح نوافذ للمعاملات الموافقة للشريعة هو إيجاد جو من المنافسة الشريفة بين هذه المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات الموافقة للشريعة وهذه مسألة هامة أما إذا تفرد بنك بتقديم معاملات ومنتجات موافقة للشريعة فقد يستغل الوضع نعم وهنا أيضا لا بد من ثقافة المستهلك لا بد من أن يكون على ثقافة ووعي وكما قلت لا يسوغ أيضا مطالبة البنك بالالتزام بأحكام الشريعة وغض الطرف عن المتعامل مع هذا البنك أيضا في وفائه بوعوده وبالتزاماته وفي أدائه لما عليه من التزامات مالية للبنك الذي يتعامل معه نعم نعم